ردا على اتهامات حزب الله وحركة أمل لحزب القوات اللبنانية بالتخطيط لأحداث الطيونة التي أصفرت عن سقوط سبعة قتلى وعشرات المصابين نفى سمير جعجع زعيم حزب القوات اللبنانية أي علاقة لحزبه بتلك الأحداث جعجع أكد أن الحزب عقد اجتماعا سياسيا سبق الاشتباكات لمناقشة خيارات العمل إذا نجحت مساء حزب الله في جهود عز المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار وشدد جعجع على أن أحداث العنف وقعت بسبب المظاهرات التي دعا إليها حزب الله وجاء نفي جعجع بعد أن حمل كل من حزب الله وحركة أمل مسؤولية الاشتباكات لحزبه وقال إن مجموعة من حزب القوات مرست عمليات القنص المباشر والقتل المتعمد تطورات تأتي في وقت أعلنت فيه السلطات اللبنانية إلقاء القبض على عدد من الأشخاص ثبت تورطهم في أحداث الطيونة بينما تستمر التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه واستحضرت الاشتباكات التي تعد واحدة من أعنف المواجهات المسلحة التي شهدها لبنان منذ سنوات ذكريات الحرب الأهلية الطائفية التي دارت بين عامي 1975 و1990 ترجمة نانسي قنقر